اتفرجوا على نور وصلوا على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام ازايكم يا اغلى حبايب في الدنيا عاملين ايه وحشتوني معلش بتاخر عليكم لظروف خاصة ودعوا لعيالنا في السنوية العامة ان ربنا يكرمهم وينجحهم يا رب كده ويديهم تعبهم ومجهودهم وكل ليلة انجح يا رب اللهم امين وندعي لاخوتنا ان ربنا يجبر خطرهم ويرجع ارضهم ان شاء الله يلا بقى نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي وبحاجة بسيطة جدا من غير اي تكلفة هنبدأ الفيديو بالصلاة عن النبي ونقول اللهم صل وسلم مبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يلا بقى طولت في المقدمة يا بيت يا نور ماشي انا معي كيلو فراخ مقطعة مقطعة تقطعة الليستريبس صلت بنا عن النبي قولوا عليها افضل الصلاة والسلام هنعملها زي بتاعت المطاعم بالزبط انا هحط لكم التدبيل اللي انا حطيتها في الطبق معايا معايا كوباية مية ملح وفلفل وبابريكا ومعلاقة بابريكا محترمة كده طم بودر بصل بودر ملح لمون حتة صغيرة خالص ملح لمون عشان دي المادة الحفظة بتاعتنا عشان تدينا هشاشة زي احنا هنعملها زي اللي عيال بيجيبوها من بره بالزبط وروحها بتبقى اطول عشان بتقعد في المطاعم ممكن يوم ممكن تاني يوم والجو حر فبتطول معهم المادير دي بالسانت وبالملي امشي عليها تاكلي احلى صوابع استريبس اديني وشوفي بقى الاكلة دي هعملها كم وقبة النهاردة لأ ده وجبات ايه ده احنا هنعمل وليمة طب بلتها كده هتسيبيها من ساعتين ليوم بحاله براحتك انت خالص اول اكلة معايا قعدت ساعتين وروح تقولت ايه هعمل لهم بيها حاجة حلوة السن انا مزبقش الاحديث هجيب شوية دقيق هحط عليهم مرأة دجاج ملح وفلفل والحداشر بهار ديت حطيتها برضو في الفراخ التوابل اللي انت حطيتها في الفراخ هتحطيها فين في الدقيق حطي معلقة نيشا وما تقطريش النيشا عشان ما تحجرش معيك عشان النيشا بينشفها زيادة على اللزوم وشوية بكم بوضر والتوابل اللي انت حطيتها فين في سوابع اللي استريبس خدنا اربع كده كده وعملي سوابع كده فتحي سوابعك اللي اربعة من هنا والاربعة من هنا وقلبي فيهم كده الفو بص انا بشاول لكم اهو بعد كده هجيب مية ساعة بتلك وهنزل بالسوابع بتاعتي كده اغمسها كده اكني مسكة بسكوتاية وبغمسها في الشاي وحطها ايه في الجيء تاني غمسي وطلعي على طول عشان ايه تديني الطبقة الكشور دية اللي هي ايه لزل عينب كده اللي احنا اول ما نشوفها كده ونقول يا سيدي عالجمال يروحي على الحلاوة انا عايزها من ده يحزنبول انا عايزها من ده وحطى الزيت على النار يسخن وايه وانا بعمل الوقت ده يلا بنا بقى نروحها الطاصة هي مش طاصة هي حلة وحطى فيها شوية زيت عشان اوفر الزيت لان الحلة صغيرة فبتاخد معايا زيت حبة صغيرين وانا عايزة زيت اه عميق غزير يعني او نزلتها كده ولا هغطيها ولا حاجة لان الفراخ عندي متبلة كويس فهتستوي معايا الفراخ المعادمة هي اللي بنغطيها هتقعد عن نرقة دقائية حلوين من ست دقايق لسبع دقايق انا سايبها ما فصلتش الكاميرا خالص لما تشوفوها قدامكم ممكن تديها اللون الفاتح دي وتطلعيها تحطيها في تبردها وتحطيها في الفريزل هتبقى نص قالية ولو راح مصيف ولا حاجة دي اول معلومة تالي معلومة سلقت ربع كيلو مكارونا وعملت بشاملة على البارد البشاملة على البارد معلقة زبدة معلقة دي اي اه كيلو لبن ملح وفلفل ومرأة الدجاجة ودوبتهم وحطتهم على النار غليو روحت حطاهم على ربع كيلو المكارونا زبكتي جبت الاربع قطع اللي انا قالتهم وروحت ايه مقطعوهم كده على سوش المكارونا وشوفوا الطاجن الزغير بتجبوه بكم من برة وصلنا لغاية فين عشان دخلت لي زبونة بس كده وصلنا لغاية اللي انا مش فاكرة بصراحة ما علينا قطعنا الفراغ وحطينا على الوش شوية جبن كده مشكلة شوية جبن منزر الله كده الجبن اللي عندك حرش على الوش ونزليه وحطت شوية زيتون كمان يلا بقى دلع العيال الطاجن ده شوفي بقى لو باكل من نفرين لو ما شاء الله بياكله يعني من نفرين لتالتة حطيته تحت الشوية خمس دقيقة بالضبط وانت وقفة ما تستنيش برا ولا حاجة عشان ما بياخدش دقايق اتحطيه في الفرن واتطلعيه حتأكل عيالك احلى وجبة مكارونا يا سيدي عالجامل والفراغ مقرمشة والجبنة بتمط بقى وسايحة ونيحة والمكارونا ما اقول لكمش طعمها اللوز اللوز ولوز العنب كمان دي اول الوجبة معنا طبعا احنا ممشيين ايه كيلو الفراغ هنمشي وجبات عايزة تقسميها على ايام لو انتو اسرة صغيرة عايزة تقسميها على يوم واحد يبقى في كزا وجبة براحتك دي تاني وجبة طبعا انا وردتكو طريقة الالي فانا مش ما طولش معاكم الفيديو انا طلحت الرز ده من الفريزل كان كنت عاملة مشويات في العيد فسخنته كنت بكل مختي فكان هياخد لون من الاعرية بس ما حلو اللون كل حاجة عالطبيعة على عينك يا تاجر ما فيش ايه مونتاج ولا حاجة احنا ستات بيوت احنا مشي فات احنا ستات بيوت وبناخد المعلومة من بعضينا طلحت الرز هتطلش اشاء مية وسخنته عن نار وفضيته كده في الصينية بتاعتي عشان اجذب لهم كده وهما بيأكلوا كده ويبقوا مبسوطين ويعيشوا حياتهم ايه الصينية دي انا لو جبتيها حسي بيها من برا برضو بكام وشوفي كيلو البنية هيعمل كام واجبة صليتش بينا عن نبي صلوا عن نبي يا جماعة كل اللي بتفرج علي يصلي عن نبي تفرج على نار وصلي على الرسول كده اجيني اهو عملت على قد اللي حياكل على قد قسرتك اعملي كيلو البنية والله العظيم ما شاء الله احسن من ما تجيب فرخة كيلو البنية دوت بامتين بحاجة واربعين لاني جايبها قبل العيد والفرخ كانت غالية قبل العيد على حسب كيلو البنية في كل بلد قد ايه واطحتي طمطموية ما عنديش حاجة جرنش بيها يعني يا حبيبتي كده ببساطة ازوق بيها الطبق خلينا بلدي اطحتي طمطموية ماشي وروحت ايه مزوقة بيها الصينية كده خليتها كده جميلة وحلوة وحوريكم كمان احنا اربع اشخاص اكلنا ايه وتفضل مننا ايه بصوا اللي كاننا من الصينية دي اربع اشخاص بصوا الجمال والحلاوة حوريكم بقى بصوا مستوية ازاي من جوه ولونها حلوة ازاي من جوه بصوا الكشور الله هو اكبر عليك يا بيت يا نور اشت عليك يا بيت يا نور والنعمة فنانة يا بيت اخسرتك في البلد دي يلا ربنا يا ربي احفظكم يعني انا بقفش معاكم على فكرة يعني بقل بسمائي بقلش معاكم بقلش معاكم بس كده دينا خلصنا الصينية هنروح بقى نتعشى ولسه واجب فاضل اهوت في الطبقة اهوت شوية فراخ عملت ايه تمية تمية دي عملتها من غير لبن ولا زباة عشان ما كانش عندي لبن ولا زباة وعملت صوس الدقوس دوت بطماطم وآآ وفلفل وبصلاية وتومية وملح وفلفل وقصبرة نشفة وايه وحبشيها بقى بشطة وكمون وكلام من ده وزيت زيتون وخل ولمون ادي الشوية اللي اتبقوا معايا حنشيلهم لوجبة في يوم تاني بسهم في طبقة حطيهم في كيس وحضرهم في الفريزل ولما تحتاجيهم حتلاقيهم ان هي لللي انا قدت هعملهم وجبة حاجة تانية خالص بس اتعملت وجبة حاجة تانية خالص كده تعشينا بالف هنة والشفة لللي كل والف هنة والشفة لللي شاف ادي اربع افراد كلهم الصينية ودول اللي اتبقوا وادش وقت الروس احنا مناش اكلة وحيت ربنا يا جماعة والله لازم ملينا اكلة الحمد لللي الف هنة والشفة كده ايه ادينا تعشينا وملنا بطنينا كده ايه ادي عملت واجبتين من الكيلو فاضلك واجبة انا كنت هعملها لهم ايه سندوتشات استريبس زي اللي بتتباع برا بس السندوتشات دي لها عيش مخصوص والعيش ده بيتباع بعيد عن البيت عندي ودورت على حد يجيب لي ما لقيتش روحت بقى غيرت اتجاه خالص هتعملي ايه يا بيت الزنقت في يوم يعني روحت سلقة شوية مكارونا ويلا بقى حمرتهم بصي ما شاء الله الله واكبر الكمية اللي بقية بتهيلي قد الكمية اللي فاتت بس هي اللون مش هيبال لما دخلهم على المكارونا بس ما علينا بقى شوفوا بقى دققوا كده وشوفوا ولا للنظر يضعيف مش شايفة هرصها كده على الصينية والصينية دي بصراحة التقديم في الاكل فيها حلوة وتوفر مواعين بيني وبينكم يعني اول حاجة شكل حلو بتتقدم في المطاعم تاني حاجة بتوفر معاكل مواعين واحنا عايزين اي حاجة توفر معنا المواعين بس المواعين نعمة في البيت والله العظيم طول ما فيه مواعين في الحود فيه خير في البيت ربنا ميمنى عننا الخير ولا عنكم الخير ويخليني ويخللكم عيالكم ويكفيكم ويكفيني شر الحاسد والحاقد يا رب اللي واللي بصص لنا في عشتنا جميعا اللهم امين يا عمي كده عننا وما يشوفناش نعجي من قدامه وما يكونش شايفنا الله اقوله اللهم امين لان الدعوة دي لي وليكم دي اخرت اللي بيعمل منتج في المحل كل شوية افصل عشان زبوني يخش ولا زبوني تخش كده خلصنا الفيديو بتاعنا ويا رب يكون عند حسن ظنكم والدعوة تكون ليكم ولي ربنا يا رب يسمحها كده وينجح اولادنا ونفرح يا رب كده اللهم امين ونبلي الشربات ونقوله ايه زرغوطة حلوة رنت في بيتنا ان شاء الله بإذن الله يا رب يفرح الناس كلها ويشفي كل مريضة اللهم امين ويرحم كل مرحوم يرحم امواتنا واموات المسلمين اللهم امين قادي الصينية وقادي جملها وقادي حلوتها وبص الكشور بعد ما قاعدت في الفريزل كام يوم يعني ما عملتاش على طول الصينية دي واشوفوا الشكم بخير وعلى خير ومع السلامة